التقى رئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره المصرية عبدالفتاح سيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب للتبحث بشأن آخر المستجدات السياسية في ظل التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن وأكد رئيس الفلسطيني خلال اللقاء ضرورة مواجهة صفقة القرن على المستويات العربية والإقليمية والدولية مواجهة شكر وتقدير للجهود المصرية وأهمية استمرار التنسيق المشترك كما وأكد رئيس سيسي موقف مصر الثابت الذي لا يتغير بدعم الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس وحرصها الدائم على دعم القضية والشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967